ماذا سيحدث في الحلقة الجديدة من مسلسل القلب الأسود؟ هل ستنفصل سيفيلاي وجيهان؟ هل ستتزوج ملاكا وجيهان؟ هل سيفيلاي ستعطي نوح فرصة في الحبد؟ هل سينهي تحسين عدائه تجاه الشنسالانيين؟ سأشرح لكم كل ذلك في هذا الفيديو أيها الأصدقاء أولاً، إذا كنتم تريدون أن تتزوج السيفيلاي ونوح وأيضاً إذا كنتم تريدون كشف الحقائق دون مزيد من التأخير فلنضغط على زر الإعجاب أدناه ولنتابع القناة في الحلقة الجديدة من مسلسل القلب الأسود سيدرك نوح وملك أن السيفيلاي وجيهان ليس متزوجين بالفعل وهكذا في النهاية سيتم لمشمل نوح والسيفيلاي وجيهان وملك ولكن في هذه العملية سيتم الكشف عن جميع الحقائق في سلسلتنا لأنه إذا كنتم تتذكرون في الحلقة الأخيرة ذهب حكمت إلى أكسو من المرجح أن يعلم حكمت عن ماضي سمرو السري نتيجة لذلك سيسمع نوح وملك من فم حكمت سبب تخلي سمرو عن أطفالها وهكذا تنتهي الحرب الانتقامية في مسلسلنا ولكن عندما ينتهي أحد الانتقام سيبدأ انتقام آخر لأن تحسين لن يتوقف أبدا حتى لا يقتل أهل شمسالان لكن سر في ماضي تحسين السري سينهي هذا العداء وطبعا هذا السر هو أن السيفيلاي هي أبنة تحسين عندما تظهر هذه الحقيقة سيطلب السيفيلاي من تحسين أن يوقف هذا العداء وهكذا ستزداد مشاكل الحب أكثر في سلسلتنا لأن السيفيلاي وجيهان سينفصلان ويتزوجان نوح وملك لذلك سيكون هناك حفل زفاف مزدوج في سلسلتنا إذن كم عدد الأشخاص الذين تعتقدون أنهم يريدون أن يتزوج نوح وسيفيلاي سأنتظر تعليقاتك أبنى وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا القسم أيها الأصدقاء للمزيد من الفيديوهات لا تنسوا الاشتراك والإعجاب وتفعيل التنبيهات وترك تعليقاتكم اعتنيوا بأنفسكم نراكم مرة أخرى